محمد ايه رأيك في انتشار صنع المحتوى بتاع المعلومات على السوشيال نيزيا؟ ده شيء عظيم جدا 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 من افضل الحاجات اللي حصلت هي دي لان فيه ناس كتير على فكرة مش بيحبوا القراءة يعني مش متعودين على القراءة بس هم نفسهم يسمعوا معلومات نفسهم يثقفوا نفسهم لما بيكون حد ربنا عطيله الحتة دي او الموهبة دي بتاعت انه يدر يوصل المعلومة فانا شايف انه ما يترددش ثانيا لان فعلا الناس محتاجة لك مش كله بقى يعني اه اوكي انا مع ان احنا نضحك ونهزر ونفرفش الناس بس كمان مهم قوي ان الساعات اللي احنا بنقضيها على السوشيال ميديا لا لازم نستفاد برضو ما يبقاش اه اوكي نتسلى بس لا لما بيظهر قدامي حد بيتكلم في معلومة ده شيء مهم جدا جدا يفرق في شخصيته حتى وفي حياته انت متفرخ تماما لصناعة المحتوى ده ولا بتعمل حاجة تانية معي لا متفرخ تماما بقى لي يمكن سنة تقريبا سنة بالزبط خدت القرار ان انا لا هفضل هنا في المكان ده وهطلع كل الطاقة اللي جوايا وهركز فيه بس يعني طيب ايه اكتر تعليق لطيف او كاميزي جيلك مش بتنسيه خالص على المحتوى اللي انت بتقدمه والله فيه تعليقات كتير بيتيجي كويسة جدا لو بالذات لما بيكون من حد صغير في السن طفل صغير كيس ده هو بريء هو مش بيجملك يعني فلما يقولك انا بحبك جدا او انا يعني نفس اشوفك ده تعليقات يعني ممكن اقولك انها فعلا ببلم كده قداما اصلا ده مش هينفقك يعني او ممكن صديق ليك يجي يكتبلك تعليق حلو عشان هو بيجملك يعني فيه بينك وصداقة او كده انما ده حد ما يعرفكش وصغير في السن وتلاقي حد كمان من ضمن التعليقات انه حد كبير ابني بيحبك بنتي الصغيرة بتحبك انا عايز اقولك انا كنت متخيلة ان ديس اللي بتتفرج على المحتوى اللي انت بتقدمه يعني كبار من الصغيرين في السن مش اطفال يعني بس ده حاجة كويسة جدا انا يمكن عشان عامل ميكس هنا زي ما انت قلت في البداية كنه بقدم الموضوع بشكل بسيط بالزبط فانا كمان زيك على فكرة اتفاجأت بجد لما قابل حد صغير في الشارع مثلا انا بشوفك فاتخيل انه بيتفرج على الفيديوهات الصغيرة فيقول حتى شفت فيديو كذا لايه فيديو كبير طب انت يعني استفادت اه على فكرة وحصل كذا وكذا فبصراحة دي من اكتر الحاجات اللي انا الموصود بها قوي انك تقدر توصل المعلومة دي بتوصل معلومة الكبار وكمان صغيرين في السن اللي ممكن يكون درسة على فكرة في المدرسة بس يكتبلك احلى كومنت بقى اللي هو يقولك ايه ولا انا في امتعى منك اكتر من مدرسة اللي مدرسة بالضبط